وينضم إلينا من جدة المنسق العسكري في الجبهة الجنوبية أبو توفيق الداري أهلا بك سيد أبو توفيق أهلا وسهلا بك سيد الكريم أهلا بك وبضيوفك الكرام شكرا لك سيد توفيق حسب موقع استخباراتي إسرائيلي تحدث أن النظام حشد قوة ضخمة وحشد قوات عسكرية كبيرة من ضمنها قوات حزب الله على الجنوب السوري ما مدى صحة هذه المعلومات وخاصة أن منطقة الجنوب هي منطقة خفض تصعيد أولا صح كما تفضلت أن منطقة الجنوب تخضع الاتفاق الاتفاق يختلف عن الاتفاقات السابقة في أستاني وفي غيرها فلا يوجد أي مبرر لتحرك قوات باتجاه الجنوب حسب الاتفاق الموجود في الجنوب هو منفصل عن اتفاقات أستاني وما يسمى خفض تصعيد ما هو في الجنوب هو اتفاق وقف إطلاق نار وبشروط أخرى أيضا موجودة هذا الاتفاق ينص بالضبط أن نقاط المراقبة التي الآن موجودة فيها مراقبين روس ويوجد مركز في عمال لمراقبة هذه النقاط هذا وقف إطلاق نار تماما والأمريكيين والروس قبل مؤتمر أستاني وضحوا بعض النقاط أولا أن الاتفاق هم ملتزمين فيه وأن الاتفاق لا يخضع لمدة زمنية وليس هناك أي شروط على تعديل هذا الاتفاق الذي حصل هو قبل أستاني ومن فترة بدأت بالتزامن مع عملية الغوطة عملية اعتداءات منتظمة من النظام ومن الميليشيات الإيرانية تحديدا يعني نحن رصدنا عدة مواقع لإطلاق القزائف والنار علينا هذه المواقع التي هي من الطرف المقابل من النظام لا تخضع لسلطة النظام وإنما تخضع لسلطة الميليشيات التابعة لإيران والميليشيات الإيرانية تحديدا تماما حزب الله ومنظمات الأخرى التابعة لإيران هي من تطلق وهي من بدأت بعدة مواقع عسكرية من عدة مواقع عسكرية تابعة لها إطلاق النار باتجاه المناطق المحررة هذا الخرق المتواصل بعدة أماكن وبعدة أوقات كان عبارة عن شيء تمهيدي لإصرار إيراني على خرق اتفاق الجنوب اليوم من تبعات الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي أن إيران سوف ترد بأكثر من موقع واحد من هذه المواقع هو الجنوب السوري المراقبة الأمريكية الإسرائيلية الأوروبية لما يحصل في الجنوب متواصلة ليلة نهارا أبو توفيقي إسرائيل كيف ستتعامل مع هذا التحرك وخاصة هناك أنباء تقول أن هناك قيادات إيرانية طبعا قيادات إيرانية والرصد مستمر تماما لا نعرف أولا ما هي إلى أي مدى سيذهب الإيرانيون في الجنوب لكن نعرف هل مدى حرب هل مدى حرب هل مدى مناوشة هل مدى تهديد لا تنسى أن هناك دولتين هي الأردن وإيران عفوا أردن وإسرائيل دولتين متجاورات ودولتين تتعرض للتهديد حدودها اليوم إلى أي مدى يريد الإيراني أن يذهب في تهديداته عمليات انسحاب وهمية نسمع أحيانا بين صحف النظام وبعض الأخبار المسربة من مواقعهم عمليات انسحاب لكن هذه عمليات انسحاب وهمية تماما أنا قلت لك أن الإيرانيين هل بدأوا فعلا عمليا على الأرض الرد على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي وهم يعرفوا حق المعرفة أن هذا الانسحاب تم بتنسيق وبدعم إسرائيلي ورغبة إسرائيلية أيضا لأن الإسرائيليين هم أكثر من صلت نقاط الضعف في هذا الاتفاق ومن البداية كانوا يرفضوا هذا الاتفاق اليوم هناك رغبة حسيسة إيرانية للوصول إلى الحدود السورية الإسرائيلية أما التبجح بسلطة النظام ومن أنتم من فوضكم حتى تفاوضوا على النظام ومن طلب منكم أن تفاوضوا الدول الأخرى على السيادة الوطنية النظام الذي يتكلم عن السيادة الوطنية تماما هو من فتح الحدود للغارب والضارب وكل شيء إذا كانت هناك مشكلة داخلية سورية فلا يستطيع أحد أن يدعي أنه قدم إلى سوريا بموافقة أو بطلب من الحكومة السورية ما يجري في سوريا تحت أنظار مجلس الأمن والأمم المتحدة وغيرها وهي مشكلة داخلية في المشاكل الداخلية والمتعارف عليه في القانون الدولي لا يوجد من يطلب من يستنجد بمن ويتحجج أنه شرعي في سوريا من أعطاكم؟ أين الاتفاقية؟ أين كزا؟ إيران دولة محتلة نعم سيدة توفيق سيدة توفيق بالنسبة لبلدة حجة وحولها مساعي للتفاوض بإيشان خروج الفصال المسلحة من هذه البلدة واشترقت الفصال إطلاق صراحة المعتقلي من هذه البلدة لدى النظام هل لديك أي معلومات أو تطورات جديدة حول هذا الموضوع؟ يا سيدي التهديدات يعني يوجد محاولات إيرانية عبر أدواته في النظام وعبر الإيرانيين نفسهم تماما للدخول إلى الجنوب عبر عدة وسائل وعبر عدة طرق منها ما يسمى مصالحة من يصالحكم؟ من يصالحكم؟ بعض الأشخاص الذين هم أصلا يعيشون في مناطق النظام وعند النظام ومتعاونين مع النظام ويذهبوا لاجتماعات معهم تماما فالمحاولات المتكررة من محجة إلى غيره إلى غيره إلى غيره إلى مناشير ترمى فوق بصر الشام وبصر الحرير والتهديدات ويعني جميع أنواع الأساليب هذه الغاية منها هي حرب مثل ضغط نفسي بالدرجة الأولى ومحاولة إلى تشتيت التركيز عما يجري تماما على الخط الأول من الجبهة فإذا هي إحدى المرادفات لحرب الإيرانية باتجاه الجنوب نعم سيد أبو توفيق أنت كمنسق عسكري في الجبهة الجنوبية مستقبل الجنوب السوري هل سيبقى على ما هو عليه أم سيكون على غرار ما حدث في جنوب دمشق والغوطة الشرقية وخرج المسلحين من هذه المناطق لا يا سيدي الجنوب يتمتع بعوامل صمود أكبر مما يتوقع النظام الإيرانيين والإيرانيون الجنوب يمتاز أن من يدافع عن أرض الجنوب هم أهل الجنوب وقرار الجنوب في الجنوب وسانيا الأكثر من كذا هو أن الجنوب لم يدخل في أي مشاريع سانوية وفي أي تحالفات سياسية معينة أنت تعرف ما حصل في الغوطة أو ما حصل في الأماكن الثانية مقومات صمود الجنوب أول شيء هي مقوم الفرد في الجنوب القوة العسكرية الإصرار ما تعرض إلى الجنوب من ظلم وقتل وتشريد تماما هناك إصرار في الجنوب على التمسك بالأرض والقتال حتى آخر رجل عذرا سيدة الدفق وأيضا هذا الحديث تحدث به جيش الإسلام وفيلق الرحمن سابقا يا سيدي تحدث جيش الإسلام وتحدث كذا وتحدث كذا لكن الجيش الإسلام وجد نفسه بعد فترة معينة أنه مضطر ليعمل كذا ويدخل فيه مفاوضات لسنا في الجنوب مضطرين لندخل بأي مفاوضات قرارنا واضح في الجنوب تماما إما القتال حتى آخر رجل القتال حتى آخر رجل لا يعرف الجنوب ولا يعرف أبناء الجنوب سامحني لا يعرف أبناء الجنوب أبناء الجنوب من خيرة مقاتلين سورية ومن خيرة أبطال سورية وهم جربون يا سيد الكريم سامحني جربون في المنشية ونحن جاهزين لمنشية أخرى صدقني يا سيد الكريم من الرجل عمره سبعون عام حتى الطفل عمره عشر سنوات في الجنوب جاهز للقتال صدقني لا عذرا يا توفيق لكن الوقت دهبنا شكرا جزيلا لك أبو توفيق الديري منسق عسكري في الجبهة الجنوبية كنت معنا من جدة ترجمة نانسي قنقر